أكثر من 130 يوماً مضت دون تحقيق أي تقدم يذكر لا شيء يتكرس هناك في مجلس الحرب الصهيوني إلا الفشل والخلافات التي تزيد عمقه ومساحة الهوة بين الفرقاء في حكومة الاحتلال التي كان يأمل نيتنياهو أن تكون المنقذ له من فضائح سياسية مدوية حيث صياط المعارضة لا تدع فرصة إلا وتنتهزها لانتقاده وذهبت المعارضة الإسرائيلية لأبعد من ذلك حين أكد زعيمها أن الجهات الأجنبية تبذل جهوداً أكبر من الإسرائيليين لاستعادة المحتجزين في حين أن الحكومة تذهب للقاهرة للاستماع وترفض لأسباب سياسية تقديم موقفها وتشير وسائل أعلام تابعة للاحتلال أن خلافات كبيرة سبقت توجه وفده للقاهرة حيث رفض نيتنياهو مقترحاً قدمه رئيس الموساد ومسؤول ملف المحتجزين لا بل أرسل سكرتيره الشخصي للتأكل من تقييد رئيس الموساد بتفويضه من جانبها ذكر الصحيفة وولد سيتريت جورنال عن مسؤولين مطلعين أن قرار الاحتلال إرسال فريق للمحادثات جاء بعد ضغط الرئيس بايدن هذا الضغط يظهر التخبط في العلاقة مع واشنطن بسبب تضرر مصالح إدارة بايدن مع قرب الانتخابات لتغيير لهجتها نحو مطالبتها بوقف الحرب عوامل يبدو أنها لا تقل عن موقف أهالي المحتجزين الصهاينة الذين طالبوا رئيسي الشاباك والموساد بعدم العودة من القاهرة دون إبرام صفقة تضمن عودة جميع المحتجزين الأحياء والأموات على حد تعبيرهم هو العجز إذن كل ما يملكه نيتنياهو في ظل غياب أي مؤشرات للحسم العسكري مع صمود المقاومة الفلسطينية التي حرمتهم من صورة حتى نصر افتراضي أو تحقيق أي هدف من أهداف الحرب بشكل استدعى التدخل الأمريكي المباشر لانتشاله من ورطته والتخفيف من هجمات المنتقدين التي قد تلحق به هزيمة لا تقل عن هزيمة السابع من تشرين الثاني والتي أظهرت الفرقاء السياسيين في الكيان الصهيوني كسياسيين متمسكين بالسلطة يحاولون التغطية عن فشلهم ترجمة نانسي قنقر